مساء الخير يا برج الميزان للكراءة العاطفية ويارب تكون تنول يعني عذابكم ان شاء الله انهشة على الطاقة العامة برج الميزان انت في طاقة الاختفاء واعادة النظر في امور ممكن وممكن تكون مختفي عن الشريك او الشريكو اللي مختفي عنك ولكن يمكن ان يكون برضو خيبة امل مسلا بتيش خيبة امل ممكن اه اه الشريك كده طاقته جامد عليك قوي او جامد عليك ومصدر لك وش مش لطيف يعني مسك على مشاعر وقافل مشاعره عنك نهائي وانت فعلا بتغيير زي ما يكون زعلان او مش فاهم هو ايه اللي بيحصل فعايزين نشوف طيب ايه اللي بيحصل هنا بقى اه طيب برج الميزان مبدئيا كده الشريك قاصد انه يعمل كده قاصد انه يمسك عليك لان طاقته حاليا الانبرور والشخصية دي شخصية مش سهلة وشخصية مش مش سهلة ومش لطيفة لا يعني هي مش سهلة عموما شخص بياخد قرارات حزمة وتواضي يعني هو قرار قرار بالرحيل بقرار بالرحيل قرار بالزواج بقرار بالزواج من اخر ممكن تكون بتتعامل مع حد من برج اسد حود وحمل احنا ماشيين دقيقة في الطاقات يعني هقول لكم فشخص مش مش هزار وما بياخد قرار بياخد قرار ما بيرجعش اصلا فيه اه في المقابل انت في طاقة بازاي بتطاقة اه رجليهم يعني بازت وحالهم بالبلغ زي ما بيقولوا وكانت شعر باليوتم مشاعر اليوتم كده كأن اه كأن حد اه كمسلا شخص لقدر الله يعني ربنا بيد عن احد توفى عنه ابيه بالزبط كده انت كنت بتعتبر الشخص ده زي والدك بالزبط زي والدك وبتستشيره في كل او امورك لانه شخصية فعلا شخصية يعني قوية ممكن تكون علاقة زواج ممكن تكون علاقة زواج والشخص ده اخد قرار بالانفصال كده بدون رقعة فانت شاعر بان ما بنيته في سنوات وسنوات انهدم وخبت امل علي قوي 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 مشاعر باليوتم مشاعر باليوتم طيب مبدئيا كده انا عايز اعرف هو علي خط ده القرار ده ممكن يكون خط القرار ده يعني من وحي خياله على فكرة هو مستقوى عليك قوي زي ما يكون قصد مسلا مستقوى اه ده الفصال شخص ده اه لو كانت علاقة عاطفية فهو حابب انه ينفصل عنك لانه حابب يبقى سنجل من الاخر واخد قرار بجد مش هزار فعلا قرار بجد وشاعر بان ده الحكم الصح وده كان اللي مفروض يحصل هو شايف ان ده اللي كان المفروض يحصل من الاخر وهو عايز يبقى سنجل انما لو هو متزوج يعني انتم متزوجين في علاقة زوجية فممكن يكون عينه على حد تاني من الاخر كده وعايز يروح يتزوجه بقى وشاعر ان الشخص التاني ده هو اللي حلو يعني عشان كده قافل على الموضوع خالص عايزي يفعل على الموضوع خالص واخد قرار سريح يعني لكن هو مجمد مشاعره قوي عليك قوي قوي لو برج حمل فده الطبيعي يعني من برج الحمل وانت انت شاعر بان فيه شيء هدم فيه شيء هدم تتعبان جدا يعني ممكن تكون من من كتر الزعل بتبتل مرة واحدة جدا تلاقي نفسك عيط بدون اي هدف يعني مش هدف يعني لا لما بتفتكر مثلا مرة واحدة فب هو شايفك ازاي في الوضع الحالي شايفك ان انت تعبان بص بقى يعني بص الراجل ده جبروت انت ممكن تكون عملت حركة زعلته منه يعني زعلته منك ممكن تكون او عملت حركة قفش عليك ممكن مش ممكن لقلي ممكن شايفك ان انت تعبان جدا 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 ممكن تكون يعني نحسسهم بان هو لو علاقة زوجية وانتو بتشوفه بعض في البيت فانت ما بتنمشي معه في نفس الاوضع وتعبان وزي ما تكون مش بتترجاه بتقوله طيب يعني نعيد نعيد تاني نعيد حاجة قالك لأ انا هتأكد منه دي اللي انا هتأكد منه هل هو مع طرف تاني ولا لا طبعا لو متبطين ممكن يكون عايز يخلع من هزي العلاقة وزروح لحاجة تاني مم. بقول يخلع دات يخلع. انت شايف ان هو آآ قرر الرحيل مرة واحدة هو بالضبط كده ده اللي حصل. مرة واحدة عمل لك الوش ده. بدون ادنى سبب. بدون ادنى سبب. انت ممكن يكون ما عملتوش حاجة. عشان كده انت تعبان قوي. انت بتقول له ايه اللي حصل. وقرر يمشي بدون بدون ابلاء اسباب. لوحده كده ممكن يكون عملك بلوك. لان على اه ممكن يكون بالزبط. ممكن يكون عملك بلوك. وبصص الحاجة تاني. انت شايف ان هو بصص الحاجة تاني. ومتكبر عليك. ممكن يكون ما بردش عليك لما تليك تكلمه. عشان كده اهو شافك ان انت تعبان. انت ممكن تكون مع ابتله مسجد تقول له ليه? عملت معي كده ليه? نصل. بتبين له يعني ان فيه فيه مشكلة. انا تعبانة. او انا تعبان. تتكلم معي كده ليه اخي. فهو شافك ان انت تعبان من غيره. ولكن هو مستمر في تحركاته. قد ايه الخطوة اللي اخدها? الخطوة دي انا مش حبها خالص. اه. الخطوة اللي هياخدها الشخص ده. لو زوك هيطلق. هيكسر قلب. لان هنا كرت المأزون. وانت هتوافق على الطلق ده. لو زوك وفجأة كده قال لك انا عايزة طلق. طب دي عم. طب طفل. في بينك واطفال. انت عايزة تطلق ليه? انت عايزة تطلق ليه? ليه عايزة تطلق? تطلق قصد. اه. اه. ده مستقوي قوي. بجبروت. ده اعايز ياخد قرار الانفصال في اسرع وقت. في اسرع وقت. وممكن يكون. بس ده كوين افانوس وكوين الفاندغيلز. الشخص ده. انت ممكن تكوني عارفة واحد بس. انا هقولكو على سيناريو ظهار لي فجأة ده. الشخص ده متزوج. مش بيدي. ات اوكي? تمام. وقرر مرة واحدة انه ينفصل عليك. ليه? عشان هو شاف ان اللي حصل بكو ده ظلم لعيلته. وقال لك انا اسف جدا انا مش هينفع كامل معاك. قلت له حرم عليك. طب قولي بنا طب. تقال لك لأ. انا عايزة مشي. او سمحت. عشان كده هنا في علاقة سلة سهية. في زوجة. احي. في زوجة. في زوجة. في زوجة. في النص. هو شايفة ان هي ظلمها. شايفة ان هي ظلمها. الزوجة دي ممكن تكون برج طرابي او ناري. وممكن تكون زوجة دالتة. وممكن تكون يطرف عادي ارتباط. فقال لك مرة واحدة كده انا مشي. انت شايفة ان هو عمل الحركة دي عشان عياله. عشان هو عنده طفل عنده بيدي. وقرر ينسح من هذه العلاقة لانه فقر كتير قوي وحاس ان هو متكتف. مش عارف. يبقى معاكي او لا معاك. انا بقول لك ده متجاوز. راجل متجاوز. ممكن تكون يكتشفت انه متجاوز. عشان كده عشان كده انت ماشي. متعبانة جدا. القرار اللي انت هتخديه ازا آآ وده قرار حكيمة كي دي زي عرف انت بس ممكن يكون مقزونة. متكونوا متجاوزين كزباد في السر. بس انا هخليها برضو على علاقة عاطفية بعتبقى انتصار برضو. بالزبط. بالزبط. انت هتكرري ان انت تقفلي الشبطر. بكل بساطة. الشخص ده مش قابل منك اي عروب. خالص. بتقدمي له عرض? لا. وحتى هو لو قدملك اي عرض مش هتوفد. اصلا. وقررت ان انت تجمدي مشاعرك وتقفلي العلاقة دي خالص. انت او انت قررت تترحول. لو هي زوجة. لو هي زوجة فهي آآ خايفة من جزها. اهو. بتفكر في جزها. فقرت في جزها. راجعت نفسها. وقالت ان انا اللي بعمله ده حرام وعيد. حرام. ان انا اكون متقلم رجل من جزها. انها في علاقة زوجة في الموضوع. بس لو مش علاقة زوجة غالص ورتباط. فالشخص ده عنده طرف تالت. وحسس ان الطرف التالت اتظلم معه. وقرر ريهن معك انت. وانت حاسة بانك قدمت له عروب كتير اوي ومش راضي. هو بصص لحاجة بتعميله. فهتقفل الشابطة ده خالص من حياتك. شايف العلاقة دي بينكم ازاي? شايفها العشر صوف. على فكرة الشخص ده. هقول لكم الشخص ده على فكرة من بره بيظهر ان هو مية مية ولكن من داخله يظهر العكس. ايبا بصبت. الشخص ده تعب من حوار العلاقة السلساة دي خالص. وقال لك ايه بقى? لا يمين ولا شمال. انا تابت. انا مرة هنا ومرة هنا. انا تابت. تاب خلاص تابت. تابت من زوجة فيها اولاد ومع واحدة تنين. او تاب من واحدة شاب بعادي مع اتنين. فتابت. وحسس ان العلاقة دي كان فيها مش ضعنات. كان فيها الام. مش عارفة وزنة. هو تعبز. وواحد ده مع الارض تعب خلاص. جاب اخره. وجب اخره. وعايز استريح. ويرحل بقى. يرحل. فقرر رحيلة. انت شايفة ان العلاقة دي كانت يعني كانت علاقة كلها استقرر عشان كده انت زعلانة قوي. وهو قلب عليك. قلب عليك المرة واحدة او قلبت عليك مرة واحدة. يعني مرة واحدة كده قلب عليك. ويقول لك انا انا عايزة مشي. يا بنتي انت مش قلتي انك انك مثلا مش حابة الوضع. لا لا انا عايزة مشي. فاقت كده مرة واحدة اي او فاق مرة واحدة. اه. بالزبط. ايوة ايوة. انت كنت ايوة. انت شعر ان العلاقة دي كان فيها كان فيها حاجة حلوة قوي. كان فيها كان فيها كل حاجة. حرفيا. لو زوج بقى صح زي ما انا قلت كده زوج يبقى كان موفر لك كل حاجة. الزوج ده كان موفر لك كل حاجة. وكان عاملك استقرار وكل حاجة كانت عندك. كل حاجة كانت فيه. انت كنت بتحبيه قوي. قوي. مش حب طبيعي يعني. للكينج اوف كابس. كنت بتبدليه شعور رائع يعني. وهو كمان كان شاهد معك بالاستقرار. لكن احيانا الانسان ضميره بيصحى. هو ضميره صحي. بالزبط. ضميره صحي. فجأة. وحس ان هو ظلم حد معاه. ومتجئ ليه? ايه علاقة سلاسية? فيه طرف ثالث في العلاقة. لو انت متعرفش. ولو ممكن يطلع متزوج. وانت مش كنتش من جوزها العاجة. انت في علاقة مع حب. متزوج وعند طفل. وكان مخنوق جدا من. ممكن يكون كان بيكلمك عالطفل ده كتير. يقول لك انا خايف ظلم وانا هنا. طب النصيحة ايه بقى يا برج الميزان? النصيحة بتقول لك ايه. النصيحة بتقول لك ارجوك انظر الى الامام وارحل من هزي العلاقة. بص الكارت ده مش شبه الكارت ده بس فيه حاجات مشتركة اقول لك ايه. العلاقة دي كان فيها استقرار. صح? مش هكذب عليك. وكنت شعر فيها بقى انك الكنك. صحة برضو مش هكذب عليك. ولكن احيانا كثيرة لازم نرحل من العلاقة دي. لازم. في شيء ناقص في العلاقة دي. ايه هو? الامان مثلا. لان ما يكون شخص متزوج وعنده عيلة عمره ما يبقى فيه امان. انا انا بمغي بده في البيبي. يبقى في عيالي. يبقى في الزوج. ممكن تكون مراته عرفت على فكرة. انا هزا اقول لك المفجأة مراته ممكن تكون عرفت. وقالت له طلقني. وحس ان هو هيطلقه في عيال لا. لا خلاص بقى اتعدل همشي عادل. هي حاجة حلوة ان الزوج يرجع لزوجته. ولكن في قلبي بينكسر هنا. في لها شعر ان هي بتموت. بتموت من القلم. ونت بينتي له بما فيك كفانك تعبنا. فالنصحة بتقول لك امشي. حتى لو زعلانة. بصي قدام. حتى لو زعلانة. بنتضايق من اللي حصل بصي قدام. امشي. مش دي العلاقة اللي انت هترضيق. العلاقة دي مش فيها كل حاجة. طب حل في اه شيء جديد ممكن ينجي لبرج الميزان بعد العلاقة دي. بحاجة عامة طبعا يا ممكن تتحق وليس لأ. مش بعد يجي وليه بعدش جالي. انت هتشيل الالام الماضي هيا برج الميزان. اه خلاص هي فتحت كده. اه انت ما في عرض جاي لك ولكن العرض متوقف. في حد مقدم لك عرض. شوف بقى دور حواليك. عشان كده الكابت يقول لك بص. بص قدام. بص قدام عشان في حد مقدم لك عرض بس قريبا كده. آآ ممكن يكون كان عاية انك في علاقة. وآآ وخايف. فحاولت ديله اي لام حاجة ده. برج الميزان باينة جدا يعني. هذه العلاقة علاقة ما فيش استقرار من ناحية الامام. ولكن انت كنت شايف انت كنت شايف كده. يا ما بنشوف حاجات بتطلع غلط. عادي. ولكن ولكن اعلن جيدا ان هذا الطرف لو بعد عنك اسمع بقى. بعد عنك. بعدت عنك. تمام? رجل وست. مرة واحدة لان انت شاعر بالغموط. الشخص ده قفل عليك مية ونور من غير ما يقول لك حاجة. اهو. الشخص ده متزوج. عنده علاقة ثالثة. في منها اطفال. اهو. وقرر يستعيد العلاقة القديمة دي بتاعي. ممكن يكون قد مطلق ورجع. لو انت ما اتعرفش يعني. ممكن تكون انت على علم بذلك. وسبك بقى في الحيرة دي. شكرا ل etmek قد تitude worm. شكرا لك. شكرا